السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في مضة خنو جلشين بسم الله ونسلى على الرسول صلى الله عليه وسلم النهاردة ان شاء الله هنعمل لانشو الفراخ ونجيبي كيلو صدور فراخ او وراك مخلية او حسب الكمال اللي انت عايزاه المهم يكون مخلية من العدم تماما ومعي اربع بيضات ومعي خمس حكاعة جبنانستو ونس كباية زيت واربع معلق دقيق معي في البهارات معلقتين بصل بودر معلقة تون بودر ومعلقة بهارات متحوجة ومعي مكعم مرق ومعي معلقة صغيرة بابركة ومعي معلقة صغيرة حبهام مطحون التوابل دي جماعلي بتطعم اللانشو بتاعنا جدا ومعي الوقت فلفل اسوة حصى عشان هبقى حطه في الاخر بعد مضرب كل ده الكلام ده ببعضي ونقول بسم الله كده ونسمى على حاجتنا ومعي الكبه الكبه بتاعتي اول حاجة هنزل بيها اول حاجة انزل بيها هي صدور الفراخ المخلية الحاجات دي يا جماعة حلوة جدا في البيت لما تعمل اللانشو الاولادك خاصة كمال لما جوزك يروح الشغل الصبح هتعملوله مثلا اخدله شاندوتشان ولا حاجة او العيال اولادك كده ومرحيل المدارس برضو ان شاء الله تعملهم برضو شاندوتشات المدارس هتبقى وطب سريع قوي هديني هو حطت السدور الفراخ في الكبه اضربها كويس لازم اضربها كويس جدا على غاية ما تبقى نعمة خولس تماما الوقت هون هشغل الكبه بتاعتي خلاصت انا فرمت الصدور الفراخ كويس جدا اول حاجة هنزل عليها على الصدور الفراخ الوقت هنزل الباب بتاعتنا بالترتيب وبصي لازم تبقى كده تبقى مطحونة تماما انت تحس انها خلاص اتحنت تماما بصي اهي بالشكل ده وهنزل الحاجات بتاعتنا على الصدور بتاعتنا اللي اتفرمت كويس قوي هنزل التوابل كلها كل التوابل اللي احنا قلنا عليها كلها كده مع بعض في قلب الكبه وانزل عليها كده واضربهم كويس قوي انا خدس كده ضربتهم هنزل عليهم بالاربع بيضات اربع بيضات احطهم على بعض كده ما تستصعبش اللانشو في البيت كل الحاجات دي كلها هتضرب في الكبه بصي وهضرب كويس قوي ايه اهم حاجة في اللانشو يا جماعة هو اضرب كويس لازم اضرب اللانشو بتاعي كويس جدا عشان تاخدي منه نتيجة هايلة الوقت كده هنزل بالزيت بتاعي نص كوباية الزيت وحبه اقول ان لازم يكون الزيت نضيف وكل ما تجيب حاجتك حلوة او صدور فرق حلوة او الزيت نضيف بتاخدي نتيجة هايلة جدا بتاخدي نتيجة حلوة كده انا ضربت كده الزيت برضو مع في الكبه ولازم اضرب كل حاجة كل ما احط مقدار حاجة اضربه الاول بالطبق اللي بعده يعني لازم اضرب بالترتيب الاول التوابر وضربتها ثاني حاجة نزلت عليها بالبيض وضربته ثالث حاجة نزلت عليها بالنسكه ببيت الزيت واضربه كويس جدا وبرضو انا كده لازم لو في حاجة تليها تفوى لحاجة في الكبه بالمعلقة كده وانزلها واحدة واحدة دلوقتي هنزل الخمس قطع جبنا النسطو والدقيق اخر حاجة بنزل عليها في الكبه هي الاربع معلق الدي الدي ده يا جماعة هو اللي هيربط كل اللانشو مع بعضه وما ننساش الملح وتزبط الملح بتاعك وتدوق اللانشو بتاعك عشان لو عايز ملح وعايز اي حاجة تكون الطعم بتاعك مظبوط خلي بالك يا جماعة الملح مهم جدا دلوقتي خلاص انا ضربت كل اللانشو خلاص مع بعضه اهو بقى لانشو اهو بالطريقة دي بصي اهم حاجة ضرب يا جماعة الدرب مهم جدا 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 وعندي كده ورق استراتش الكياس اللي هي الاستراتش دي عشان احط الخليط بتاعي اللي انا ضربته وانزل عليه كده واحدة واحدة نقول باسم الله وما تتخفيش وما تستسعبش الحاجة الحاجات دي ما بتعملها في البيت نضيفة جدا جدا زي دلحة عارفين طبعا كلنا بنسمع حاجات وحشة قوي عن اللانشو فاللانشو دي اصلا كل البيوت بتحبها وكل اطفالنا بيحبوها واحنا نفسنا بنحبها فلما تعملها بالبيت كده وعارفة الفراخ اللي انت جايبها وعارفة التواب اللي انت حطاها وعارفة كل حاجة وتسويتك ازاي وكل حاجة ديك هيفرق معاك قوي والوقتي بقى انا هنزل كده بالفلفل الاسود الحصى كده حبه تحطي حطي مش حبه ما تحطهوش ده اختياري الفلفل الاسود الحصى ده اختيار يا جماعة واثبط الملح بتاعك كويس او ودقية عشان لو عايز ملح ولا اي حاجة يبقى مظبوط معاك على فكرة الملح لو نقص بش هيديك طعام حلو ولفه كده بالورق الكيس عشان ايه بالطريقة دي كده ولفه كده رول وابدأ اربط الكيس بتاع من الجنبين اعمله الرول كده يبقى اعمل كده زي شكل الملبسية كده اهي بص بالطريقة دي كده على فكرة لازم ان تعملوه كويس قوي واتلفوه كويس عشان خاطر ده الشكل اللي هيتسوي عليه وزي ما هتلف فيه هو ده الشكل اللي هيتطلع عليك كده اعملوه كده برضو بتديني نتيجة كويسة لانا بقى اثبت عليه اكتر وبيخليه احسن بصي بالطريقة دي كده كده تبت عليك تماما من الجنبين كده والفه كده ورول كده زي البنبونية اللي انتشو سهل وبسط جدا على فكرة هو كل الشغل بتاعنا في ضربة في الكبه وخلص كده انا عملت على ثنين رول لا تقوم بعمل على واحد ومع مية سخنة على النار لازم تكون بتغلي وحط عليها اللانشو بتاعي وغطي الحلق هي هتخد لها من ساعة لصاعة وربع بالطريقة دي اعرف الوقت ان اطلحته استنيت عليه لما برد خدت ساعة وربع النار واعرفه ازا ان هو برد استوع ادوس عليه كده اول ما ادوس عليه كده خلاص انا اعرفها كده اللانشو بتاعي بقى مستوي ومية مية على فكرة ما تعملوه وتجربوه بيش هتنسوا ان شاء الله وهتعملوه كتير اول اولاكو وبيش هتجيب ان شاء الله لانشو من بره تاني يكفي كمان لما بتجي تكليمة بيش هتلاقي فيه ريحة الزفرة بتاع تبرا بصي ادل رول اللي انا عملته ودي الكيس بتاعه انا كده طلحته واحدة اهو وقطحته كده دوائر بصي شكله جميل ازا ونظفه وقطعي بقى الحجم انت عايزات خين رفاع براحتك ولو انت عندك الدوائر زي كده قطحتيها وفايدة منك ولا حاجة او كتيرة حطيها فاعلبة عندك في التلاجة حلو جدا الصبح مع كوباية شاي كده لو انت مجبتش فطار اعمليش اندوتشات لك او لولادك ومع كوباية شاي وبقى مية مية وفيه كل الغازة الفراخ والبيض والزيت وكل حاجة مغزة جدا جدا وحلوة جدا جدا وبصي شكله بقى جميل ازاي وحاجة هتفرحك او وتفرح او لادك بتحس انت عملت حاجة كده حلوة بقى الف انا وشافة يا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله عجبكو ويا رب كن قلت كل حاجة على اللانشو وان شاء الله استمنيني في لانشو جاية ان شاء الله باللحمة والسادة لو عاجبك الفيديو ما تنسناش بقى في اللايكات والشير واشترك في قناتي لو انت اول مرة شارفين اشترك في القناة